اشتركوا في القناة 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 نضيف الملح نضيف البيض بطريقة ضرورة نضيف البيض بطريقة ضرورة نضيف البيض مفتوح نحن نصيب على الخالد بالأسفر نضيف الملح نضيف السكر ونضيف الملح نضيف الملح نضيف الملح يمكن أن نضيف الملح نقوم بخلطه باستمرار بها الطريقة ضروري ما تخلطه مزيان نكمل الباقي ديال الزيت ديالنا كاس الى ربع ديال الزيت نخلطه العناصير مع بعض ديتهم متى ما تشوفوا اللون ديال الخالط ديالنا ضروري ما تحصلوا على هاد اللون ضروري تخلطوا مزيان باش تحصلوا على اللون كما قلتكم يكون يعني اللون دياله كيميل الاصفر مفتوح بالاستمرار بقى نخلطه نزيد الحليب ولباني ونخلطه المقونات مزيان به الطريقة سنزيد الحليب كما قلتكم عندي هنا كيسد العنباء ديال الطحين ولكن بعد نقولكم يعني كيسد الكيسد الكاملين نضيف بودرة كاكاو نضيف بودرة كاكاو نضيف بودرة كاكاو أراد الشجنواز خلط نضيف زجنواز يجب تحضير القوام على المقلة يجب تحضير المقلة يتحضير القوام يتحضير القوام لنصبق لتبطفج المقلة سوف نستخدم المقلة لنضع يقوم بشكل مقلة لنصبقها تحت المقلة نصبق لتحرق لنقلة كيكات ديالنا او الجينواز انا كنستعمل بزف هاد الكيكات ديال المقلة كيجيولي سهريعين في تحضير ليني سهلين ومهلين والمكونة دائما ديال هاد نوع الكيكات مكونة كيكونوا بساط بزف ودائما اخوات المبتدئات يعني اللي بغوا يعرفوا يعني باش يجي لهم يعني الجينواز ديالهم قد وحدة جي قد وحدة ضروري ما عبروا بشي حاجة يعني يقسموا العجين انا اليوم هاد الحاجين غادي نقسموه على ثلاثة يعني غادي ندير طبقة ثلاثة طبقات لهاد طرطة اليومة ولكن انا عيني ميزاني ولكن توما يمكن لكم يعني تعبروا بشي حاجة باش تحصلوا على ثلاثة او ربعات دجينوازات ولكن انا قسمت العجين اليومة على ثلاثة وده با كان وزعنا كيما كتشوف معي العجين في المقلة ديالي وده بغا نحطو هاد المقلة فوق المقلة اللي في العفوان فوق العافية اللي خلينها هكا تسخن زيان هيا هذيك المقلة تحت انيا يعني هذيك قد تكون ما صلحاش ما كندير فيها والو كنخليها غين هاد يعني كنطيف فيها يعني كيكا يعني كدائما كنديرها تحت المقلة كنطيف فيها الكيكا باش كنتفادة ما تحرق ليش الكيكا ديالي وده بغا نغطيوها نخليوها تقريبا 15 دقيقة والعافية تكون موين ما تكونش مجهدة بزاف ما تكونش خفية يعني ضعيفة بزاف بعد ما دست يعني خمسطاش دقيقة على الجين واس ديالنا ده بنشوفوه واش طيب ولا ما زال بعد ما نشوفوه بها الطريقة باش تعرفوه واش الجين واس ديالكم طاب ولا لا انتم ما كيتشوفوه من كا يطلع يعني ملع الجين كتلقاوه ناشف يعني ما تلسق فيه لا جينة لو ولو عارف بالله عارف طيب على حقه وطريقه هالجين واس نزيد معكم الثانية والمقلة ضروري كتكون المقلة ما كتلسقش وندهنه بشو يد الزيت وضروري ضروري المقلة تكون ما كتلسقش كما اشتوا معي في اللول يعني دهنت المقلة ديالي بشو يد الزيت ورشتها بشو يد دقيق ولكن المرة الثانية والثالثة مبلا ما غادي نرشح بدقيق يعني دهنا غيبش في يد الزيت وصافيه ودرت فيه العاجن ديالي ديال الجين واس وده بغادي نغتيوه ونخليوه خمس ناش دقيقة ونرجع معكم ان شاء الله كما كاتشو مع الاخوات ديت كان وجد في كريمة ديالي عندي هنا يا خمسمائة ميلي لتر ديال كريمة سائلة سبقت لي درتها في المجمد باش يعني تبرد مزيان باش طلع ليا ضغياء كريمة الاخوات المبتدئة يعني هذي طريقة ارى ناجحة وسهلة ضغياء كتطلع يعني كريمة يعني سبقت ودرتها في المجمد تتبير ليكم زيان عاد غايت خلطوها باش كتطلع ضغياء هذي طريقة ما كاتشو غياء كي يطلع معاي كريمة والسكوار ما غاديش ندير السكوار اليوم في هذي كريمة الاخوات ولكن اللي كتحب الحلاوة يمكن ليها تزيد السكوار دير شوية بشوية وتبقى تخلط بطرر بالكهرباء حي تطرر بالكهرباء ايضا غيك اسهلكم يطلع معاكم كريمة ديالكم اما الطررر باليادوي ارى غايتعبكم بزيار يعني غايتعبكم بزيار الوقت هاتو ما كاتشوفو اي طلعات كريمة ديالي احصلت على كريمة رائعة كما كاتشوفو دابا غادي شوفوا معايا دابا النتيجة هاتو ما كاتشوفو معايا هاتو ما كاتشوفو هذه النتيجة اللي حصلنا عليها هاتو ما كاتشوفو دابا غادي نقرب معاكم كذلك هاد هاد الاناء اللي في كريمة وتشوفو يعني النتيجة على عينيكم هاتو ما كاتشوفو كريمة ديالنا هاتو ما كاتشوفو كريمة ديالنا ناجحة ودابا غادي نجيبو جينواز ديالنا باش غادي نبدو ان شاء الله في طريقة غير تزيين ديال طارت ديالنا عندينا شوية السيرو طروري ما تقلبوا الجيل تحتنيا ديال ديال جينواز ديالكم باش يشرب لكم يعني هاد السيرو غير الشا خفيفة وصافية باش يجيلكم يعني جيلكم طارت ديالكم جير طبا ودابا غادي نبدو افتزيين هاتو طبق اللولة يعني جينواز اللولة تحتانية وغادي ندهنا بطبقة ديال كريمة هاتو ما كاتشوفو كريمة ديالنا ودابا نجيبو جينواز التانية باش نحصلو على الطبقة التانية كيما كاتشوفو معايا وكذلك غادي ندهنوا بشوية ديال سيرو كيما كنت لكم رشا خفيفة سيرو انا عدلتو يعني بسكر ودقول ما وصافي ما شي شي حاجة يعني سعيبة بعد ما يكمل ثلاثة دجينواز اللي عندي هنا يا وحصلنا على ثلاثة طبقات في طارتة ديالنا ودابا بديد كان دهناء مع الجواني بكريمة بهالطريقات طريقة سهلة للاخوات ودائما طريقة تزين كتبقى اختيارية لين توفر عندكم تزينو بطارتة ديالكم كما كنت شوفو مع الاخوات بديت يعني كان زين في طارتة ديالي بعد ما درت في شوية كريمة درت فيها يعني منون لون ازرق ودرتها هنا في هاد جيب حلواني وبديد كان زين دهناء في طارت ديالي بها الطريقة حيث وردي هو اللي بغاية قوتكم هو اللي بغاية اليوم هاد طريقة ديال تزين نو غادي نزيدو عليه شوية شكلات اللي بيرنيسيل فوق هاد كريمة ديالنا واحضر الشغيخ في فوصافي هاد كيما كنت كم الأخوات هاد اليوم هاد زين ديال هاد لطارت وردي هو اللي اختار طريقة زين ديالها هو اللي بغا وقوت علش لا علش نخسره خطره حيطار عيد ميلا ديالو وضرور يعني ما يختار هو الطريقة يعني باش خادي نزين لطارت ديالو وكنت من انشاء الله عجبكم هاد طارقة زين وتجربووا حيان ان شاء الله ولي liquid ديالكم وهذا هو الشكل النائف الاخير لي حصلنا على الاخوات ديالي ديال طارتة ديالنها بعد ما زينناها الطريقة اللي اختار والدي وكنت من ان ان شاء الله حيان انتم اتعجبكم هاد طريقة لزين وتجربوا هاد الطريقة ديالي لابعا قاعدنا هاد اللي ترت عاطية الطريقة سهلة وكموونة لي فيها جيد جيد بسيطين وكاتبنا ان شاء الله تعجبكم الطريقة وإلى عجبتكم الأخوات ديالي هاد الطريقة اليوم باش عدلنا هاد طارتا ما تنسونيش بأكبر عدد اللايكات وتبارتاجيو البيديو على المواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا الجرس باش تخليكم كل ما هو جديد ودب الأخوات ديالي نخليكم إلى وصفة جديدة فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا